كلمة تمويل المركبات لأن في دهن ربما على المشاهد لما نقول السيارات يمشي دهنه فقط إلى سيارة سياحية ولكن هناك سيارة سياحية هناك سيارة نفعية هناك شاحنات بكل أنواع المركبات وباقي البركة الجزائري يقوم عنده منتوجات مصرفية مخصصة حسب كل فئة معينة نقصد بالشريحة الأولى شريحة الأفراد والأشخاص يستعملها في حاجته اليومية لدينا منتوجة سيارة خاصة وهو عملية المرابحة سيارات وماذا يدير البنك؟ يشتري دفعة والحصة مسبقة من عند مركب سيارات ولكن على شرط أن تكون مصنعة ومركبة بالجزائر يعني ربما سيارات الأقل من ثلاث سنوات ما شاء تقيسها هذه القروض؟ لا غير معنية سيارات الأقل من ثلاث سنوات راح يكون تمويلها يتم على الأموال الذاتية للأفراد يعني سيخطان بخواب تلك الشخص والذي راح يجربها ويستردها البنك ربما راح يكون تعرف في عملية تجارة خارجية فقط أما حيتمويلها حيتم على دقته يعني هو بسيارات الجديدة نتكلموا على السيارات الجديدة بالنسبة للسيارات الجديدة اللي تحمل المواطن كشخص كفرد هنا لابد تكون مركبة ومصنعة في الجزائر هذا الشرط الأول ثم لابد يكون عنده دخل أدنى احنا بالنسبة للدخل احنا على كل حال حبينا نحطه أقل ما يمكن ولكن نراعي وكذلك القدرة تاع القدرة التدرة القدرة الشرائية تاعه احنا وضعنا حد أدنى خمسين ألف دينار جزائري كحد أدنى ولكن على برنا بلي هناك ربما كين أشخاص يدي عملوا أقل من خمسين ألف دينار جزائري فحاولنا نجد بدائل لذلك وسمحنا مثلا بين الزوج وزوجة يعملوا دخل واحد نحسبوه على أساس أنه دخل واحد دينار عينة يعني جمع بين الدخل تاع الزوج وزوجة وزوجة نحسبوه كأنه دخل فردي واحد لكن يبقى ربما خمس ملايين لكن يبقى خمس ملايين لماذا؟ لأن هنا القانون ميسمحش باشتاخد أكثر من لذلك يتنقل لذلك يعني طولة الدخل تاع الفرد حتى يبقى له بشيواجه الحياة لازم لازم يتنقل لازميك ولازم يلبي حاجية العائلة تاعه لازم يتنقل لدخله ما يسمعه تاع الميناج يعني ديون الإضافية اللي رح يتصبح عائبة كبيرة نعم سيد كاريم سمحلي ربما نقطع فقط ربما شخص راتب تاعه خمسين ألف دينار جزائري في هذه الحالة كيف تقدروا تعمله؟ اهنا خمسين ألف دينار جزائري ندرسوا الملف نشوفوا سعر السيارة اللي أحبها هو وحسب الدخل تاعه نشوفوا ندروا له عملية محاكات باش نعرفوا ما هي المساهمة الشخصية تاعه اللي رح تكون في السيارة هادي لأنها تختلف تشري السيارة ب 2 مليون دينار مثلا 200 مليون سنتيم ولا تشري السيارة ب 4 مليون سنتيم لمساهمة الشخصية تاعك رح تختلف حسب الأجر تاعك نحن نطالب عادة بمساهمة شخصية تبدأ من 20% من قيمة السيارة نعم يعني يدفع مسبقا يدفع مسبقا 20% من قيمة السيارة من قيمة السيارة ونحن يدفعنا في حسابنا بنك يضع هاد المبلغ في الحساب بتاعنا ثم احنا نعطوله التمويل في هادك نفس الحساب ونحكمه المبلغ الإجمالي تحت 80% تاعنا زايد 20% تاعه نقومه بشراء السيارة